هنا كاركوك وجه تعصف به الخبايا وتحيك الأياد لعبة الفساد والفساد على شكل عدوى لفيروس الوجوه المتكررة من طين التخريب أو قل أن التهمة هنا هي كاركوك وذنبها أنها أرض عراقية وأهلها كباقي الشعب المصاب بلوعة الرموز الفاسدة ونادرا ما يمر على العراق وجه يعمل للأرض لا لجيبه الوفير بأموال مسروقة على حساب كاركوك وغيرها المعلومات التي فتحت الباب أمامها هيئة النزاهة الاتحادية تعلن إصدار أمر استقدام ومنع سفر بحق محافظ كاركوك راكان سعيد لجبوري بتهمة فساد تتعلق بإنشاء المدارس يضاف هذا الاستقدام إلى المحافظة السابق نجم الدين كريم بذات القضية أما الخطر الذي يزلزل أرقام هدر المال العام أن ما يقارب 57 مليار دينار هدرت باسم مشروع إنشاء المدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية في الصميم تعود واجهة قضايا الفساد وهذه المرة في عمق مستقبل الجيل في كاركوك عندما يبحث وجه اللاعب على أوراق المستقبل ويعبث في جسد التعليم فتهدم المدارس بفعل هدر مقصود محافظان أحد ما حلي والآخر سابق وعلى لسان النزاهة ولسان الشعب المكلوم الجميع اليوم يقفون على خط متوازن من تأشير أصابع الاتهام في وجههما سيمان الحقائق متوفرة والدلائل كثيرة والأرقام خطيرة يوم يتعطش فيه المظلمون أن أوراق الزيف لابد لها أن تظهر وأن أمر القبض بحق المحافظ السابق فيما مضى لابد له أن يجني ثمر العدالة ويعادة أموال الدولة لأهلها مدارس وأراض وفتنة بين أهل كاركوك وقد سبق ما سبق من مطالب بتعيين محافظ لا يشبه سابقيه لكن الحكاية لم تنتهي والقضاء ينتظر البت فيما يحدث من مصرحية باتت مكشوفة أمام الجمهور وبات المخرج صاحب القناع المزيف مكشوفا أمام الملأ ومطالبا بالإجابة على السؤال والنبش في المستور ترجمة نانسية